تنظر وزارة الداخلية في جهودها الهادفة إلى تعزيز الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا وفي هذا الإطار تباشر دوريات شرطة خدمة المجتمع حضورها الميداني لإنفاذ القانون فيما يتعلق بارتداء الكمامات والتأكيد على التباعد الاجتماعي توالي مديريات الشرطة حملات إنفاذ القانون الهادفة إلى تعزيز الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار كورونا وفي هذا السياق يتم اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة راحية لكل من يخالف القرار الوزاري بالالتزام بارتداء الكمامة في الأماكن العامة والمحلات التجارية باعتبارها من بين سبل الحماية المطلوبة والهادفة لحماية سلامة الفرد بالدرجة الأولى لازم أي مكان تجاري مكان عام تلبس الكمامة هاي في غرامة خمسة ديان عليك حين بس إذا ممكن بطاقتك سمعت مشكور طبعا هذي حكا سلامتك سلامة هالك ما ينتقل لك الفيروس خبروكم في الجهات الرسمية أن عدم ارتداء الكمام تعتبر مخالفة محرلك مخالفة توقع لي ما على كامر خمسة دينار بحرين نتمنى أنتم تلتزمون بالإجراءات تلبس الكمام لأنها يحق صحاتكم في البداية كما تمتد حملات إنفاذ القانون إلى تعزيز مبدأ التباعد الاجتماعي في المحلات التجارية وضرورة أن تكون هناك مسافة لا تقل عن متر بين أي شخص وآخر والتقيد بكل ما من شأنه الحد من التزاحم والتقارب بين الناس في الأماكن العامة والمحلات التجارية عن الغفازات والكمامات وفي حال قدوم الزباين تتركون له مسافات الأمام بينهم بين بعض ويكونوا ملتزمين أنهم مرتدين الكمامات عندكم خبر عن الكمامات أن أي مكان تطلعون لازم تلبسون الكمامات وإذا ما لبستهم عليها مخالفة عدم الارتداء يكون مخالفة وبالنسبة حق داخل المحلات طولة بعمرات هذه الشيطة تتركون مسافة أمام تتركون مسافة أمام بينكم ومن بعض نعم والله يحفظكم إن شاء الله ويبقى التزام المواطن والمقيم بالإجراءات الاحترازية أساس جهود الوقاية فالعلاج بالالتزام وحرص الفرد على حماية نفسه أولا باعتبار ذلك الطريق لسلامة المجتمع والوصول إلى بر الأمان ترجمة نانسي قنقر